مش هنخرج قبل ثلاث سنوات ده كعمر زمن ليه؟ لأن هي ملهاش إجراء محدد تاخده دلوقتي يحل لك المشكلة خلاص ده أصبح ورث انت النهارده ورست ديون وما تقدرش ما تسددش قصات لو جيت اختخلفت عن قصة واحد الأمور ستكون أشد سوءا وده أنا بحذر فيه هتكون سيئة جدا وهتلاقوا بعد كده أن ما فيش سيطرة على أي حاجة خالص فلابد أن إحنا نسدد كون بقى أن دولة تستدين أو ما فيش دولة ما بتستدينش ولكن بستدين عشان إيه؟ عائد الدين ده أنا هشغله في إيه وهوظفه في إيه؟ أسوأ حاجة أني أستلف عشان أسد دين أسوأ حاجة أني أستلف عشان أسد الدين ولكن النهارده مع هذا الموروث مضطر قد لو تعصرت لأن التعصر أسوأ ما أنت عندك ويرس لازم تتعامل مع هذا القرس ولكن إحنا سياستنا هو عشكا بيقول إيه؟ حنقلص عجز الموازنة عشان ما نضطرش نستلف ونسد الدين حنقلصها إزاي؟ بإعادة هيكلة الأعباء الضريبية أنا هخفض أعباء ضريبية وهخفض ضرائب ورسوم على القوائم والسلع اللي قلت لسيادتك عليها ده دي هتزود لي عجز الموازنة بس دي أربع قوائم فقط أنا عندي عشرات القوائم اللي هي السلع الكمالية والسلع الترفيهية أو الرفاهية سلع الرفاهية لازم أرفع عليها عشان أحقق هدفين الهدف الأول أن أنا أقف مع الطبقة المتوسطة والطبقات الضعيفة في احتياجاتهم اليومية والأسبوعية والشهرية وقف جنبهم عشان ما يتآكلوش وينزلوا إلى الطبقات الأدنى الحاجة التانية أن أنا حقق هدف تاني أن أنا حيجي لي عائد أكبر من اللي أنا باخده دلوقتي أقلص بي عجز الموازنة فابقى ضربت عصفورين بحجر واحد مين اللي حيتضرر من هذا الإجراء اللي عاوز سلع فخمة أو سلع كمالية أو سلع ترفيهية فساعتها عندنا مثل بلدي في مصر بيقول الغاوي ينقط بطايته ده كده خلصنا هيكل المالية العامة نخش على الصناعة الصناعة إحنا عاملين حوافز غير مسبوقة لزيادة الإنتاج إحنا عندنا هدف زيادة الإنتاج لازم أدي وبقول ثلاث سنوات ليه محدش هيعمل لي مصنع في شهر أو شهرين أنا لازم ويكون بخطة تخدم أولويات الدولة المصرية يعني لازم يعني نفترض عندي صناعة معينة والناس شاف أنا بتكسب يوم يروح كله يعمل مصانع مشابهة ومتكررة وأنا عندي اكتفاء ذاتي وما عنديش أسوأ للتصدير فيها ده كده أصبح حمل علي أسفل المقاطعة قصة ما لازم